مرحباً أنا توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام أعتبر أول امرأة عربية حصلت على هذه الجائزة أرأس منظمة صحفيات بلا قيود كنت أحد الذين قادوا الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير في 2011 وأحد الذين يناضلون من أجل ثورات الربيع العربي وقيم الربيع العربي في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة أطمح إلى وطن يسوده المواطن المتساوية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وإلى عالم يسوده السلام والمحبة والتعايش وناضل من ذلك مع جميع الحركات النسوية وحركات ونشطاء حقوق الإنسان في العالم